فعايزين في البداية نعرف ايه افضل الاماكن اللي نقدر نسافر فيها ونقضي وقت حلو تمام طبعا عشان درجات الحرارة فيبقى افضل وجهة السياحية هيتبقى مثلا الساحل الشمالي ومارسة مطروحة والاسكندرية عشان دول اهم ثلاث محافظات بتبقى درجات الحرارة فيهم كويسة ومنخفضة انت روحت الاماكن زي يعني في الحر ولا انت عارف درجات الحرارة هناك؟ لا روحت اكيد قبل كده طبعا في الصيف في الوقت اللي هو بداية الصيف كده بالنسبة للاسكندرية طبعا الناس بتستسهلها كطريق وكمان من اسهل وارخص يعني السياحة اللي اي مصري ممكن يروحها يعني طيب لو عايزين عارف المشاهدين ايه يعني الاماكن الهدية وشواطئ الهدية والنديفة كمان عشان يروح يستمتعوا فيها طبعا عندنا شواطئ كتير يعني الاسكندرية كلها من الكورنيش شواطئ بس ممكن مثلا المنتزة المعمورة دول افضل الشواطئ وفي حاجات بقى كتير زي استالي الهنوفيل سيدي بشر المنضرة في حاجات كتير طبعا شواطئ بس هم يعتبر عليهم المعمورة والمنتزة عزيم عزيم طيب يقولي بقى انا عايز اعرف منك انت ايه اغرب اماكن روحتها يعني ايه الاماكن اللي انت سافرتها كانت غريبة وكانت القتلات فيها مثلا فيها حاجة مختلفة عن الحاجات اللي احنا عارفنا فيه طبعا فنادق في الغردقة كنت روحت كان بيبقى فيها مثلا على التصميم البوهيمي فالتصميم البوهيمي ده كان اول مرة خش الفنادق داخل مصر على التصميم البوهيمي برضو فيه في شرم الشيخ مجموعة فنادق بيبقى التصميم بتاعها كأنك بالزبط في اليونان فكان بالنسبة لي حاجة حلوة قوي كالتنشيط السياحة وانما كان مختلف وكنت مبسوط ان فيه اماكن زي داخل مصر طبعا كان حاجة كويسة جدا طيب لو هنتكلم عن مطروح طبعا ده بيبقى اختيار مفضل لناس كتير جدا لو الناس عايزة تروح تقضي اسبوع حلو كده على شواطئ حلوة فتنصحهم بأني شواطئ وازاي قدروا يحجزوا اسبوع يكون مش مكلف ويستمتعوا فيه برضو طبعا مرسى مطروح طبعا كلنا عارفين ان هي بتسمى بمالضيف مصر عشان طبعا دهجات الالوان بتاعة البحر والامواج الدنيا الهدية فطبعا فيه شواطئ كتير بس اشهرهم اكيد طبعا شاطئ عجيبة كليبطرة الغرام الشاطئ الاوبايد او اللاوية على حسب بقى ما الناس بتحب تنطقه في البوسيد بقى برضو اللي هو باللغة الفرنسية اللي هو المكان الجميل فدول يعني يعتبر من افضل خمس شواطئ في مرسى مطروح طب ازاي بقى يحجزوا يعني هل بيحجزوا مثلا شالهات ولا يعني فيه طرق سهلة للحجز او كده دلوقتي خلاص بقى بعد عصر السوشيال ميديا بقى كل حاجة عن طريق السوشيال ميديا اقدروا يحجزوا اي حاجة مطروح فيها كل الفئات يعني من اول الشقق الفندقية اللي ممكن من خمسمائة او الف جنيه طبعا مع في السيزن الصيف بتبقى اغلى شوية لحد بقى الفنادق اللي ممكن بتوصل عادي يعني فيه تكلفة طبعا فنادق في مطروح بتبقى حتى اغلى من برا مصر بس طبعا عشان بتبقى لاججري شوية ففيه كل الفئات في مطروح الفنادق بيقدروا ان هم يكلموا الفنادق ديريكت او المواقع بقى الانلاين او شركات السياحة بالنسبة طبعا للشقق الفندقية بيبقى على السوشيال ميديا فيه ناس منزلة بقى ايه عروض او الناس الملاك بتبقى منزلة عروض للشقق ويعني تناسب جميع الفئات طبعا والاعمار عزيم